بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله أوقاتكم بكل الخير متابعين الكرام متابعي قناة يوميات دودو النهاردة إن شاء الله من مطبخي حنعمل رز مفلفل بالشعرية معايا مكوناتي 3 كوب من الرز المصري متنقي ومخصول ومتصفي ومعاهم كمان كوباية من الشعرية في عندي 2 مكعب مرأ دجاج وشوية ملح وفي الحلة هنا عندي كمان في معلقتين من السمن وقصادهم معلقة من الزيت في كمان حلة كمان على النار فيها 4 كوبايات من الميا عالوا نشوف كده الميا فعلا حلق الميا هنا فعلا عندي غلط فحبد إن أنا أضيف مكعبات المرأ مع الملح وأرعي طبعا إن مكعبات المرأ بتبقى متبالة فبالتالي ببكترش الملح في الحلة اللي فيها السمنة والزيت هحطها على النار لحد ما تسخن كويس وبعد كده أضف لها كوباية الشعرية أقلب الشعرية كويس على أساس إن هي تتحمر أو تاخد اللون الدهبي تمام هنا عندي بعدما الشعرية اتحمرت ببدأ إن أنا أضف لها الرز زي ما قلنا متنقي ومخصول ومتصفي كويس من ميته حبدأ إن أنا أضيف الرز وأقلب كويس مع الشعرية بحيث إن حبيباته تندمج تماما مع السمن ومع كمان الشعرية أسيبه على البوتجاز كده على النار بحيث إن الحرارة تبدأ تطلع الرطوبة الزيتة اللي فيه اللي موجودة في الرز ويتحمر هو كمان يعني شوية كده مع السمن نشوفه بسم الله ومشاء الله شكله تحسوا إن هو مفلفل حتى من قبل أما أضيف المية تمام كده عندي دلوقتي حبدأ إن أنا أضيف المية اللي فيها مكعبات المرأ أقلب وأغطي الحلة أنا من البداية بحط الشياطة بتاعة الرز بالضبط بياخد معايا طالما حطيت المية سخنة كده فبياخد معايا بالضبط 6 دقايق 3 دقايق على نار عالية لحد ما المية تبدأ إن هي تتبخر شوية من الرز بعد كده 3 دقايق التانية بهجي النار عليها على أساس الرز يستوي على نار هجية ويبقى مفلفل تمام أنا كده بعد مرور 3 دقايق شايفين الرز ما شاء الله بدأ إن هو فعلا يتشرب ومفلفل وجميل مش معجن ديار المية مناسب جدا للمقدار الرز دلوقتي حبدأ إن أنا أهدي البوتجاز كمان 3 دقايق وأسيب الحلة ما أكشفش الغطى عليها خالص لحد ما الرز يستهدل الرز زي ما انتوا شايفين ما شاء الله مستوي ومفلفل ومش معجن والطعم إن شاء الله جميل أتمنى يكون طبق النهاردة عجبكم ألقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته